نهر ده ترات لو خلاص اليوم الجديد ده روي فيتوريا جاي مصر هي الكهيرة وان شاء الله المؤتمر الصحفي لتعديم روي فيتوريا هيكون يوم الاربعاء القادم او لو غدل ان شاء الله الساعة اتنين الدهر في احد الفنادق الكبرى بالكهيرة رأيك في اختيار روي فيتوريا وتوقعاتك لمستقبل منتخم مصر فترة اللي جاي هو طبعا مدرب اشتغل كتير جدا عنده نجاحات في البرتغال ومسك في المنطقة العربية نادي النصر السعودي مدرب معروف مدرب يعني فرقته بتلعى كرة ممكن انا تبعت كمان فرقة النصر معاه كانت فرقة كويسة جدا جدا وكانت قريبة من البطولة انا احب المدرب اللي ليه اسلوب فهو الراجل كان ليه اسلوب ليه شكل فرقته ليه شكل اختيار مدرب برتغالي او المدرسة البرتغالية نعتمد عليها في اكتر من نادي ومنتخب دي برضو حاجة كويسة ان يبقى فيه يعني تفاهم بين المدربين وبعضهم يمكن هو اول تجربة ليه كمدرب ومنتخب انا قبل كده يعني اشتغلت تلات سنين مدرب منتخب جبوتي ومدرب المنتخب مختلف شوية عن مدرب الاندية مدرب الاندية انت كل يوم مع اللعيبة كل يوم في تمرين بتصحى اخطائك بتشتغل على اسلوب ممكن تغير طريقتك ممكن في يعني ايه في تواصل دائم مع اللعيبة اللعيبة معاك موجودة معاك يوميا مدرب المنتخب محتاج مدرب يكون كوتش اكتر منه ترينر يعني اكتر ما يكون مدرب في الملعب كوتش اللي هو لازم تبقى عني كويسة جدا في الاختيارات مدرب المنتخب لازم يكون بحط تشكيل متناسق مع بعض يكون اختياراته تقدر فيها كيميا معنى صح يعني هي فيها تجانس عشان ما عندوش وقت كبير انه هو يعمل ما بينهم تجانس كبير لانه ما عندوش توقفات او معنى صح ما بيمرنهمش وقت طويل يبقى بيدير المباراة كويس جدا بيعرف يعمل محاضرة بيعرف يدير بيعرف اختار لعبته يعني كوتش من الاخر راجل يعني تبقى كويسة شغله اكتر على المباراة اختيارات اللعيبة بياخد اللعيبة الجهزة اقرب الاجهز لانه ما عندوش وقت ان هو يعلي اللعيبة بدنيا الا في المسابقات او البطولات الكبيرة اللي بيبقى بليها توقف فبالتالي انت محتاج كوتش يعني كل فك عالي مختلف عن التدريب التدريب ممكن تغلط وترجع تصحح في الاندية لأ انا غلطت الماتش ده لعبت الطريقة عندك وقت ان انت تعدل كمدرب لكن مع المنتخب الوقت بيبقى دايق فبالتالي محتاج كوتش عالخط يكون زاكي جدا يعرف اختار لعبته يعرف يشتغل على الفرقة اللي هيلعبها في الوقت الدايق بتاعه يعرف يعمل محاضرته يدير اللقاء صح تغييراته تبقى صح هو ده كوتش المنتخبات شكرا لك